اشتركوا في القناة بانه اذا قرر في النهاية شراء اللعب البالغ من العمر 21 عاما فان قيمة الصفقة ستقدر ب30 مليون يورو بالاضافة الى 9 ملايين كمتغيرات وكانت المفاوضات بين برشلونة وغريميو بدأت قبل اشهر وتكثفت بالايام الاخيرة مع زيارة وفد من النادى البرازلي لمدينة برشلونة نشرت زوجة الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني انتونيلا روكوزو عبر حسابها الرسمي على انستجرام اول صورة لمولودها سيرو ويظهر في الصورة التي نشرت انتونيلا زوجها ميسي وابنه ماتياغو وماثيو وهم بجانبها في المستشفى وغاب ميسي عن مواجهة فريقه برشلونة امام ملقه والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين وكتب ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي السبت وهو يمسك بيد ابنه مرحبا تشيرو الحمد لله الامور كلها صارت بشكل مثلي الام والطفل في حالة رائعة نشعر بسعادة بالغة قال لعب وسط برشلونة ايفارا كيتيتش انه سيرحب بعودة نيماري لاستادي كامبنو باذرع مفتوحة مع استمرار الشائعات بشأن شعور المهاجم البرازيلي بالندم على انتقاله في صفقة قياسية الى باريس سان جرمان واضف راكيتيتش لم يقل لي اي شيء لكن اذا كان الامر في يدي سافتح امامه الباب على الفور هذا ليس لانني تربطني به علاقة جيدة لكن ايضا بسبب قدراته كلاعب ساختار دائما نيمار في فريقي واحرز نيمار 28 هدفا مع باريس سان جرمان قبل اصابته في مشط القدم ضد مارسيليا لكن علاقته بزملائه كانت مثار تدقيق شديد من وسائل الاعلام بعد خلاف علني مع اديسون كافاني حول تزديد ركلات الجزاء في سبتمبر تلقى جنح برشلون عثمان ديمبلي شادة من مداربه فالفيردي وزملائه بعدما استغل غياب ليوني الميسي وقدم عرضا قويا في فوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين على ملقى وواجه الجنح انتقادات من وسائل اعلام اسبانية التي شككت في امتلاكه العقلية اللازمة للنجاح في برشلونة لكنه رد باداء رائع امام ملقى بعدما غاب ميسي من اجل حضور ولادة ابنه وشكل ديمبلي خطورة دائمة على ملقى في الجنح الايمن وصنع الهدف الثاني الجميل الذي سجله فيليب كوتينيو اذ تلاعب باحد مدافعي الفريق الاندلسي قبل ان يمرر الى زميله البرازيلي ليسجل بكعب القدم واغاب ديمبلي لمدة اربعة اشهر بسبب الاصابة عقب تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية في مباراته الاولى بالتشكيلة الاساسية في الدوري ضد خيتافي في سبتمبر ايلول واصيب مرة اخرى في يناير ليبتعد لاربعة سبع اخرى وقال مدرب برشلونة فالفيردي صار كل شيء في صالحه بشكل اكبر من المباريات الاخرى لكن الشيء الجيد هو انه يرغب دائما في مهاجمة منافسيه يحاول دائما المراوغة ويمنحنا افضلية اضافية مثل ما حدث في الهدف الثاني بسبب قدرته على الانطلاق الى داخل الملعب وصناعة الاهداف كشف بايرين ميونيخ بطل ومتصدر دوري الالماني لكرة القدمان لعب وسطه الفرنسي كرونتان توليسو يعاني من كدمة حادة على مستوى قصبة الساق دون ان يكشف عن المدة التي يحتاجها للتعافي منها واشار بايرين في بيان الى ان توليسو يعاني من كدمة حادة في الجزء اللين لقصبة الساق اليمنى مباشرة فوق الكاحل وسيخضع للعلاج المكثف خلال الايام المقبلة واتعرض الدولي البالغ 23 عاما للاصابة السبت خلال مباراة دوري ضد هامبورغ وخرج من الملعب بعد التحام بالشاب سويسري فاسيلي يانشيتش ويرجح ان يغيب توليسو عن مباراة الاربعاء في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دور ابطال اوروبا ضد بيشكتاش التركي في اسطنبول انتهت النشرة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة